بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شخص المرسلين نأتي الآن مع نتائج في الاستمرارية إذن لدينا نتيجة الأولى تقول الدول المرجعية مستمر على كل مجال من مجموعة تعريفها إذن ما هي الدول المرجعية؟ الدول المرجعية هي الدلة التعارفية أفل إيكس التي تساوي ماذا؟ أ إكس زائد أقيمة ب إذن هذه الدلة المرجعية كذلك لدينا الدلة المرجعية أفل إيكس تساوي إيكس مربع ولدينا الدلة المرجعية أخرى نسميها أفل إيكس كذلك هي مثلا إيكس مكعب إذن هذه الدلة المرجعية والدلة المقلوب التي تساوي واحد على إيكس والدلة الصماء التي تساوي جدر إيكس كذلك الدول دلة أفل إيكس التي تساوي الآن إيكس أو دلة لغاريتم إيكس هي كذلك دلة مرجعية والدلة الأسية هي كذلك دلة مرجعية أسية إيكس إذن هذا دول مرجعية إذن الدول مرجعية هي قلت مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها كذلك الدول كثيرات حدود والدلة السينيس وكوسينيس مستمرة على مجموعة تعريفها كذلك لدينا الدولة الناطقة حيث يقول حاصل قسمة كثيري حدود معناه بسطها يكون كثير حدود ومقامها يكون كثير حدود إذن الدولة الناطقة من هذا الشكل مستمرة على كل مجال من مجموعة تعريفها إذن هذه نتائج بالنسبة إلى الاستمرار سوف نأخذ اليوم تمرين يقول التمرين لتكون الدلة أف المعرفة على أر كما ير إذن أفل إكس معرفة بصيغة أفل إكس تساوي إكس مربع زائد القيمة المطلقة لإكس على إكس من أجل ماذا؟ من أجل كل إكس لا يساوي الصفر ومن أجل إكس يساوي الصفر أفل الصفر تساوي واحد إذن يقول أدرس استمرارية الدلة أف عند القيمة صفر انطلاقا من منحنة بياني ممثل لدالة مرجعية استنتج التمثيل البياني للدالة أف إذن سوف نقوم بحل هذا التمرين أقوم بإزالة هذا العمل للدالة المرجعية إذن لدينا الدلة أفل إكس المعرفة على أربي ما يريد يقول أفل إكس تساوي إكس مربع زائد القيمة المطلقة لإكس على إكس من أجل إكس لا يساوي صفر أو نقول إكس ينتمي إلى أر نجمع و أفل صفر ماذا تساوي؟ تساوي واحد المطلوب هو دراس استمرارية الدلة إذن قبل الانطلاق في أي سؤال هنا الدلة برمز القيمة المطلقة إذن أول خطوة نقوم بها هي إزالة رمز القيمة المطلقة إذن كيف ذلك؟ لاحظ معي أنه داخل رمز القيمة المطلقة إذن إكس سوف نقوم بدراسة إشارة إكس إذن جدول إذن لدينا هنا إكس أقول إيا أخذ قيم حقيقية أخذ قيم حقيقية من ناقص مالا نهاية إلى غاية زائد مالا نهاية إذن إكس الذي داخل رمز القيمة المطلقة ماذا يعدمه؟ إذن سفر هنا الذي داخل رمز القيمة المطلقة أنا أخذ الذي داخل رمز القيمة المطلقة لدينا هنا لما إكس يساوي سفر إذن إكس هذا يساوي سفر إذن كيف تكون إشارته؟ إذن عكس إشارة آ نفس إشارة آ لماذا؟ لأنه من الدرجة الأولى إذن هنا يكون سالف وهنا يكون موجة إذن لاحظ ما؟ في المجال من سفر إلى غاية زائد مالا نهاية إكس هنا يكون موجب إذن قلت يكون موجب سوف أكتب العبارة إذن أكتب آف لإكس ماذا تساوي؟ إذن تساوي إكس مربة زائد إكس يصبح إكس على إكس من أجل ماذا؟ من أجل إكس أين ينتمي من المجال المفتوح من سفر إلى غاية زائد مالا نهاية؟ لماذا؟ لأنه سفر هنا قيمة ممنعة إذن من أجل إكس نقول ينتمي إلى المجال المفتوح من سفر إلى غاية زائد مالا نهاية هذا مجال مفتون يمكننا تبسيط هذه العبارة إذن هنا X مربع X قسم X يصبح زائد 1 من أجل هذا المجال إذن بقي هذا المجال المجال الأول هذا إذن انتهى سوف أقوم بتشطيبه إذن سوف أنسى هذا المجال سوف أنسى هذه الجهة الآن بقي من ناقص ما لنهاية إلى غاية سفر إذن هنا إشارة سالبة إذن حتى أغير هذه الإشارة أو أحولها إلى إشارة موجبة إذن يجب ضرب في الإشارة السالبة إذن أقول ناقص في ناقص ماذا يصبح إذن يصبح زائد إذن يصبح هنا زائد هذه الخانة قمت بضربها في إشارة سالبة إذن هنا إكس سوف أقوم بضربي في إشارة سالبة إذن ماذا يصبح يصبح ناقص إكس ونكتب الدلة هكذا إذن تكتب هكذا أف لإكس تساوي إكس مربح ناقص إذن إكس القمة المطلقة لإكس أصبحت ناقص إكس على إكس هذا من أجل إكس ينتمي إلى المجال من ناقص مال نهاية إلى قاية سفر مجال مفتوح وأصبحت الدلة قبل إكس تكتب بأسيغتين على المجالين إذن يمكننا أيضا تبصير هذه العبارة تصبح إكس مربع ناقص إكس قسم إكس إذن هي ناقص واحد هكذا أصبحت لألفهم فقط سوف أعطي مثال بالنسبة إلى دلة بالقيمة المطلقة مثلا لو كانت لدينا دلة هكذا أفل إكس تساوي القيمة المطلقة لإكس زائد واحد دائما قبل أي أو شروع في أي عمل سوف أزيل رمز القيمة المطلقة إذن هذه مجموعة تعريف فيها دي آف تساوي آر أو من ناقص مدنية إلى غير تساعد مدنية إذن إزالة رمز القيمة المطلقة سوف أقوم بأخذ ما بداخل رمز القيمة المطلقة وأقوم بدراسة إشارته إذن هذا إكس زائد واحد سوف أقوم بدراسة إشارته إذن إكس زائد واحد تعدل من أجل إكس يساوي ناقص واحد هكذا أجد إذن قلت هنا إكس يأخذ قيم حقيقيا من ناقص مال نهاية إلى غاية زائد مال نهاية لدينا هنا إكس زائد واحد قلت إكس زائد واحد تعدل من أجل إكس يساوي ناقص واحد أو لمح إكس ساوي ناقص واحد إكس زائد واحد تساوي سفر إذن إشارة هنا ماذا تكون إذن عكس إشارة آ تكون سالبة لأنه آ هنا هو واحد وهنا نفس إشارة آ تكون موجبة سوف أكتب الدالة آف لإكس كما هي في الجهة الموجبة إذن هنا سوف أكتب إكس زائد واحد هكذا وأكتب من أجل ماذا من أجل إكس ينتمي إلى المجال من ناقص واحد إلى غاية زائد مال نه إذن أكتب إكس ينتمي إلى المجال أحبون أن أقوم بفتح أو بالغلق كما أشاء إذن أقوم بفتح عند الناقص واحد إلى غاية زائد مال نهاية مجال مفتور إذن هذه الخانة انتهيت منها سوف أقوم بتشطيبها بقية الخانة السالبة أو الجهة السالبة إذن سوف أقوم إذن أقول هذه الإشارة السالبة كيف أحولها حتى تصبح إشارة موجبة إذن يجب تضربها في إشارة سالبة أخرى إذن أقول ناقص يناقص ماذا يصبح زائد هنا ضربت في إشارة سالبة سوف أقوم بضرب هذه العبارة في إشارة سالبة وتصبح مثلاً هكذا إذن تصبح ناقص إكس ناقص ناقص واحد إذن هكذا وأكتب آفل إكس تساوي ماذا؟ هي ناقص إكس ناقص واحد هذا من أجل ماذا؟ من أجل كل إكس يأخذ قيم من ناقص ما لن يعي إلى غاية ناقص واحد المجال مغلق عند الناقص واحد لماذا؟ لأنني قمت بفتحه في الأول إذن إكس ينتمي إلى المجال من ناقص ما لنهاية إلى غاية قلت ناقص واحد المجال مغلق لو قمت هنا بغلق المجال في المجال الأول هكذا هنا لو قمت بغلق المجال عند الناقص واحد هنا هنا سوف أقوم بفتح المجال بما أني هنا تركت المجال المفتحه فهنا يجب غلق المجال هكذا إذن إزالة رمز القيمة المطلقة وسوف نتقي في دروسه قادمة إن شاء الله بدوار بها رمز القيمة المطلقة وسوف نحاول إزالة رمز القيمة المطلقة إذن هنا هذه الدالة لأجل الفهم وبتدعيم الفهم فقط سوف نقوم بإزالتها ونأتي إلى التمرين الذي بين يديه إذن التمرين يقول ماذا؟ أدرس استمرارية الدالة F عند القيمة صفر أو عند X يساوي صفر إذن قلت سابقا لدراسة استمرارية الدالة يكفي حساب النهاية النهاية للدالة F لX لما X يقول إلى A يساوي هنا بقيم أقل نهاية إذن نهاية ليساوي هنا نهاية لما X يقول إلى A بقيم أكبر للدالة F لX يساوي F لA إذا وجد هذا فإن الدالة نقول مستمرة عند X يساوي A أو عند النقطة ذات فاصلة X تساوي A إذن نأتي إلى الدالة التي بيننا بين أيدينا إذن نلاحظ هنا أنه صفر المجال مفتوح هنا فهنا نحسب نهاية كذلك هنا الصفر مجال مفتوح إذن سوف نحسب نهاية هذه العبارة إذن أقول نهاية الدالة F لX لما X يقول إلى الصفر أبدأ بقيم أقل إذن صفر بقيم أقل هنا لاحظ بقيم أكبر وهنا بقيم أقل معناه سوف أحسب بهذه العبارة تساوي ماذا نهاية X مربع ناقص واحد لما X يقول إلى الصفر بقيم أقل تساوي إذن صفر مربع يساوي صفر ناقص واحد تساوي ناقص واحد النهاية هي ناقص واحد الإبارة الثانية نهاية لما X أو النهاية الثانية لما X يقول إلى صفر بقيم أكبر للدالة F لX أقول تساوي نهاية X يقول إلى صفر بقيم أكبر إذن هنا X مربع زائد واحد تساوي إذن صفر مربع وسفر زائد واحد تساوي واحد ماذا نقول إذن نقول بما أن بما أن ماذا نهاية نهاية الدالة F لX لما X يقول إلى صفر بقيم أقل لا يساوي ماذا لا يساوي نهاية الدالة F لX لما X يقول إلى صفر بقيم أكبر هذا الذي يساوي F لصفر فإن ماذا إذن أنت تلاحظ أن نهاية الدالة F لX لما X يقول إلى صفر بقيم أكبر هي نفسها F لصفر فإن ماذا فإن الدالة F لX F غير مستمرة عند F يساوي صفر هذا ما قمنا باستنتاج نأتي الآن إلى المطلوب الثاني وهو يقول انطلاقا من منحنه أو منحنه بياني ممثل بدالة مرجعية استنتاج التمثيل بياني للدالة F لن سوف أقوم باستنتاج تمثيل بياني للدالة F بالاعتماد على الدالة مرجعية إذن الدالة المرجعية التي نستنتج بها هي الدالة F أو عفوا نسميها تسمية أخرى لأننا نطرس في الدالة F إذن نسميها مثلا الدالة المرجعية نسميها G مثلا لX التي تساوي X مربح إذن هذه هي الدالة المرجعية المقصودة سوف نقوم برسم هذه الدالة إذن هو عبارة عن قطع مكافئ بالتجاه نحور الطرطيب مكافئ مكافئ من مكافئ اشتركوا في القناة 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 نقول الدل أف غير مستمرة على مجموعة تعريفها أر لماذا؟ لأنها غير مستمرة عند النقطة ذات الفاصلة سفر معناه نقطة وحيدة تنفي المجال هذا والله أعلم إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وإن أصبته فمن عند الله